مسألة يحاول البعض أن يثيرها دائما كلما تحدث الناس عن الصلح مع إسرائيل ليحدثوك عن صلح الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وآله صالح المشركين فتعالوا لنصالح إسرائيل وأن النبي عاهد اليهود في المدينة فتعالوا لندخل في عهد معاهدة مع اليهود وأن الإمام الحسن صالح أيضا معاوية فتعالوا لندخل في الصلح مع إسرائيل هذا الشعار الذي يرفعه كل الذين يلهثون وراء الانفتاح على هذا العدو لأنهم يحملون الشعار من دون أن يدققوا في كل مفردات هذا الشعار لقد صالح النبي صلى الله عليه وآله صالح المشركين في صلح الحديبية لأنه كان يخطط لفتح مكة كان صلحا وقائيا تكتيكيا كما نقول هذه الأيام يدخل في حركة الاستراتيجية وكان عهده مع اليهود في المدينة من أجل أنه كان يريد للمدينة في بداية عهد الدعوة أن لا تعيش حالة صراع داخلي يمكن أن يدمر حركة الإسلام وهو في بدايته ولذلك عندما خان اليهود العهود والمواثيق حاربهم من بني قنقاع إلى بني النظير إلى بني قريضة إلى خيبر أما صلح الإمام الحسن عليه السلام فهو صلح من خلال طبيعة الواقع الإسلامي الذي كانت الحرب فيه لا تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية لأي قضية في تلك المرحلة بل كانت ربما تؤدي إلى مزيد من النزف الإسلامي الذي تسقط فيه كل العناصر الطيبة والمعارضة من دون أي نتيجة حاضرة أو مستقبلة لأن الواقع كان واقعا متعبا لا يمكن أن يحقق أي نتيجة في المستقبل كانت المسألة مسألة جيشين يتحاربان ولذلك فأن الناس سوف لا يفتحون على معنى المظلومية في هذا الجانب أو ذاك الجانب